قامت مكتبة المعادي ندوة عن يوم الشهيد حيث قامت باستضافة الواء أحمد كمال عمران للحديث عن بطولات الشهداء ودورهم في حماية الوطني على مر العصور عايزة أقول إن يوم الشهيد 9 مارس سنة 1969 استوشد الفريق عبد منع مرياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة في قوانين القتال بيقول إن رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتواجد في مركز القيادة العامة القوات المسلحة على بعد من 100 إلى 150 كيلو متر من الحد الأمامي للدفاعات لما نقول 150 من 100 إلى 150 متر يعني يبقى مركز العامات بتاع القيادة في القاهرة الفريق عبد المراد طلعه قدام للحدود الأمامية وقف عند الحد الأمامي وكان واقف بيدير النيران بتاعت المدفعية وهنا عايزين نقول للشبابنا من هو البطل الكبير عبد المنعم رياض وعايزين برضو نعرفهم إن الشهادة النهاردة العدو كان زمان واضح كان عدو إسرائيلي قدامنا دلوقتي العدو اختلف وطرق الحرب اختلفت بقى في عدو من بيننا في الإرهاب سواء بيقاوم رجال الشرطة أو رجال الجيش أو بيقاوم الشعب نفسه فاحنا بنقول إن الشهادة واحدة طالما كلها في سبيل مصر يوم زي النهاردة طبعا سنة أرسل ماسي 1969 كان طبعا استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض وطبعا بطل من أبطال اللي هو تقدم الصفوف لقوات المسلحة بنفسه مع إنه قائد عظيم وطبعا إحنا النهاردة جايين بنحطر الندوة وبنؤذر طبعا الناس الشهداء وطبعا أنا بنتاز الفرصة داية إن أنا ببعز جميع الشهداء الجيش والشرطة والشعب اللي في الأحداث الأخيرة وأحداث طبعا على مدار الحروب المواضية بالكامل النهاردة وفي ندوة عاملها مكتبة المعادي بخصوص الشهيد عمنام رياض الله يرحمه ويغفر له طبعا تسكير للشعب والأمة المصرية لأحداث اللي بتحصل من الجيش وجنودنا البواس اللي بيموسوا عجبها كل يوم ونقطة كل دم بتقع عشان تدافع على الوطن طبعا دي حاجة قويسة عن إزم المكتبة لأنه ببعز جميع الأعمار من الطلايع والشباب إنهم يبتدوا يعرفوا الواجب الوطني نحوم ودي رسالة أم رسال الأمن القومي لدفاع الدولة المصرية